وصلت أقوات المسلحة جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتدة على مدار الأسبوع الماضية ويأتي ذلك استمراراً للجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين خاصة في شمال قطاع غزة ونتوجه اليوم إلى الشعب الفلسطيني كله المرابط على أرضه والصامر فوق ترابها بتحيي تقدير وإجلال ونقول لهم إن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكرفة الهائلة كل أخي عبيب فيه شرف نمي وهيواني فكفا هنا وعحد هناك كان أخى الأحرار استمراراً للجهود المصرية الفاعلة على كافة المصارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل العمليات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية ووصلت القوات المسلحة جهودها في أعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الأسابيع الماضية حيث تقوم عناصر قوات المظلات بالأعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات والتي تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي يتم تقديمها من الهلال الأحمر المصري وإعدادها للإسقاط الجوي باستخدام المظلات كل أخي عربي أخي شرف نامي وهيواني فكفاح نوع حده نبي كان أخى الأحراري فيما تقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعتها اليومية من دمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات على المناطق التي يصعب الوصول إليها بقطاع غزة وفقا لمنظومة عمل دقيقة وحسابات معقدة بما يضمن وصولها لمناطق الإنزال المخططة شمال قطاع غزة كل أخي عربي أخي شرف نامي وهيواني فكفاح نوع حده نبي كان أخى الأحراري كل أخي عربي أخي شرف نامي وهيواني فكفاح نوع حده نبي كان أخى الأحراري يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية والدولية لضمان إنفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتضميد جراحهم ومنحهم الأمل في ظل تظهر الأحوال المعيشية والإنسانية داخل القطاع كان أخى الأحراري